إلى ملف الأزمة العربية القطرية واهتمام الصحافة المصرية بها حيث أفردت لها مساحات على الصفحات الأولى الوفد كتبت هاشتاج يطالب تميم في آخر أيام المهلة ارحل دشنا نشطاء على موقع تويتر في المملكة العربية السعودية هاشتاج قطر ترفض الصلح عن رفض قطر مطالب الدول المقاطعة لها تزامنا مع المهلة اليوم وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا في سعودية وانتشر بشكل واسع عقب تصرحات وزير الخارجية القطرية من روما برفض مطالب دول الخريج ومصر والذي قال في تصريحاته المتنقدة أن دوحة سترفض المطالب المقدمة من الدول العربية ولن تقبلها لكنها مستعدة للجلوس وبحث القضايا بشروط